إلى ذلك اطلع المجلس على موضوعات مدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها واطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي أولا التبحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ثانيا التبحث مع الجانب الغني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غينيا ثالثا اضافة فقرة تحمل الرقم اربعة عشر الى جدول رسوم لوحات المركبات بانواعها المرافق للنظام المرور بالمرسوم الملكي ذي الرقم ميم تقسيم خمسة وثمانين باسم لوحة بشعار مميز بقيمة ثمانمائة ريال تستحصل مرة واحدة عند الاستار واضافة فقرة تحمل الرقم ستة الى جدول المخالفات رقم سبعة الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ميم تقسيم خمسة وثمانين بالنص الاتي المجازفة بعبور الاودية والشعاب اثناء جريانها رابعا استمرار صرف بدل ساعات العمل الاضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات خامسا تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم ثلاثمائة واحد وذلك باضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة الى عضوية مجلس ادارة الهيئة سادسا اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي الف واربعمائة وتسعة وثلاثين اربعين للهجرة سابعا الموافقة على ترقياتين بل ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي ترقية خالد بن محمد ابو ملحة الى وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير في وزارة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشرة ترقية خالد بن ابراهيم الفايز الى وظيفة خبير اقتصادي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الطاقة ترقية عبدالله بن غازي الصاعدي الى وظيفة مدير عام فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترقية عادل بن سالم بربود الى وظيفة مدير عام الرقابة على اداء الوزارات والمصالح بالمرتبة الرابعة عشرة في الديوان العام للمحاسبة هذا واطلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة مدرجة على جدول اعماله من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي ومركز دعم اتخاذ القرار وهيئة حقوق الانسان وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات ترجمة نانسي قنقر